طيب عندنا حدث من الأحداث اللي لازم ان احنا نتوقف عنده شوي مدينة العالمين الجديدة بتستعد لاستضافة مهرجان ترفيهي وهو المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط يشهد مليون زائر وبتبدأ أولى فعالياته اليوم وبيستمر طوال موسم الصيف وزي ما احنا بنقول كده تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وطرفيهية متكملة وإحنا شايفين طبعا المشهد قدامنا في الصورة إزاي الجمال اللي احنا شفناه الموضوع يعني زي ما احنا بنقول كده نقلة نوعية وموضوعية في المدينة العالمين الموضوع بقى مختلف تماما ومشهد يصر عينك إن احنا عندنا مثل هذا الجمال وهذا البهاء في مصر وتقدر أنت فعلا تكون مبسوط جدا إن احنا عندنا هذه المشاهد في أرضنا الغالية فعلا المشهد والاستضافات وزي ما احنا بنقول كده الريادة اللي احنا دايما كنا بنفتخر بيها كمصريين شفنا من كام يوم برضو يعني احتفال الأسادزة وشفنا النهاردة برضو بنتكلم على مهرجان العالمين إحنا قدامنا هو على السرابة بطولات التجديف ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة عايزة أقول لحضراتكم إن بطولات التجديف دي من ضمن خريطة كبيرة جدا لمهرجان العالمين مهرجان فني ثقافي رياضي هيبقى فيه سكاي دايفينغ هيبقى فيه تجديف هيبقى فيه كرة شاطئية هيبقى فيه عرض أزياء هيبقى فيه شق ثقافي كبير جدا برضو بتعمله وزارة الثقافة فكل الجهود المبزولة دي فعلا تتوقع إنه هيخرج للنور مهرجان أكثر من رائع وفعلا إحنا نفخر به إن إحنا عندنا على أرضنا مهرجان زي مهرجان العالمين هيبقى فيه كمان في اليوم الختامي نجوم مصر والوطن العربي موجودين هنا على أرض المحروسة بيتكرموا وبنستمتع بها غناءهم وبنقدر إن إحنا كمان نحتفل إن إحنا عندنا حدث زي مهرجان العالمين وتحت اسم العالم عالمين